رواية سيرة حمار للروائي والمفكر المغربي حسن أوريد بصوت الأستاذ عبد الله أديب الفصل السابع ضللت ليلتي تلك أتفكر فيما ينتظرني من خصي وما تفيدني فحولتي مع الأثان والذواب فسواء علي أبقيتها أم أضعتها بل هي لو بقيت عرضتني للنقر والفضيحة والخزي المبين ولكني كنت أخبئ في نفسي أملا أن أعود سيرة الأولى وأني لذلك لسوف أحتاج عضوي لأحب وأعشق ومع أني لم أكن أرى كيف يمكن أن يحدث ذلك ولكن هذا الأمل على ضآلته هو ما منعني أن أغور في حياتي الحيوانية كلية وهو ما أحنق كثيرا من بني الإنسان ضده اتبينوا أني لم أكن حمارا كامل الأوصاف لذلك ما هجع الحمير في أرباد أليلي بعد يوم من العناء حتى تسللت في غفلة من العسس هربا من الخص وكانت الليلة مظلمة فصرت جنوب المدينة حيث ثقل الحركة وغددت الثيرة كي لا يتاح للعسس أن يدركوني وكان ما أخشى هو الكلاب وكان يبلغني نباحها ولذلك كنت أسرع حين ينقطع وأقصد في السير حين يشتد ثم صعدت ربوة عالية حتى إذا لاح الفجر وقعت على أرض خصبة تتخللها العيون ويكتر فيها شجر الزيتون ويعبرها واد ينساب منه نهر صغير ذو ماء عذب نمير وأكببت لأستريح فنهلت من ماء النهر وقدمت بعضا من العشب وشيئا من النعناع ثم غلب التعب وتغشان النوم وبينما أنا في أحلام لذيذة تحيل إلى مرحلة الإنسانية إذا أنا أسمع جلبة فأهب مضعورا وإذا أمامي جحافل من القوم عليهم لباس من جلب يحملون رماحا ويرقصون بأرجلهم وأجلت بصري فلم أجد عليهم آيات التمدن لا في لباسهم ولا في شؤونهم ثم حاولت أن أستمع إلى لسانهم فلم يكن اللسان اللاثيني ولا كان اللسان الأمازيغي وما أن تبينوا صحوي حتى ازدادوا حمية وقد قدرت أول الأمر أنهم يريدون بسوءا ولكنهم لم يتجرأوا عليه بل كانوا يتفحصون حركاتي فإذا أدرت رأسي ضجوا في السخب وإذا أغمضت عيني خفوا ولم أدري كيف التفص أرف مع هؤلاء وهل هم من الأصدقاء أم من الأعداء وكانت نسوتهم في الجانب المقابل للرجال وكانت صدورهن عارية وكن يزمزمن بأذكار ودعوات وأدركت أن هؤلاء من البرابرة الذين تسللوا من اللمس وأقاموا مستوطنة لهم في غفلة من جند روما وتبينت أنهم لم يمسوني بأذى فوقفت على قوائمي وارتجفت أنفض الغبار وما هي إلا لحظة حتى لفعوا رماحهم تعبيرا عن الغبطة وارتفعت أصوات نسائهم جذلا وتقدم إلي شيخ وقور حتى إذا اقترب مني الحنى إجلالا ثم عاد القهقر دون أن يولي الأضبار وساد الصمت ثم وضعوا قبالتي لبنا وتينا مجففة فنقعت من اللبن وأكلت من التين فصرخوا فرحين وتباذلوا النظر بينهم مطمئنين وفهمت من هؤلاء أنهم يعبدون الحمير وأني أصبحت معبودهم وعلمت بعدها أن كان لهم حمار يعبدونه مات فظلوا بغير معبود يعبدونه وأفتى لهم كبيرهم أن الأقدار لسوف تبعت لهم بحمار ينالهم منه خير عميم لذلك عمتهم الفرحة وهم يرونني أحل برحابهم ثم تقدم شيخهم فصرت على أثره وأفسح أصحاب الرماح السبيل حتى إذا تقدمت تخلفوا وهم يرفعون الرماح إلى السماء ثم ينزلونها وخرج جمع غفير من ساكنة هؤلاء القوم من كل الشرائح ينظرون إلى معبودهم الجديد ثم إنهم أخذوني إلى كهف محاد إلى ما كانوا يتخذونه من سكن في أكوام من التبني والخشب وعين شخصا يقوم بشؤوني يدرك لسان الحمير فدخلت الكهف واستلقيت به لأستريح ثم أتى الشخص وانحنى حناءات ثلاثة وأفهمني إن كنت فهمت أنه رهن إشارتي وأفهمته بإشارة أني أريد أن أنام وخلى سبيلي وسمعت من الكهف الذي أقيم به مراج قرية وجدت معبودها وهي تستبشر لذلك وأدركت أن خطر خصي قد تبدد وأن حياة جديدة تلوح وسط هذا الجمع من البابرة الذين نصبوني معبودا واستيقظت عند الغد وقد ذهب عني التعب ووجدت خادمي على باب الكهف ينتظرني فتقدم إلي في أدب وحدثني حديث الحمير ولم أفقه قوله ثم حدثني حديث قومه فلم أدري ما يقول ثم أخذ يتكلم ببعض كلمات من الأمازيغية فأشرت برأسي كناية عن الفهم وأدرك خادمي أني حمار لا ككل الحمير وأفهمني أنه سيكتم السر وحذرني أنه إن انكشف أمري فإن البرابرة لن يغفروا لذلك لأنهم في حاجة إلى معبود يعبدونه وفق مواصفات وضعوها فإذا تبينوا أني لا أستجيب لتلك المواصفات تاروا علي واقتصوا مني وأبلغني أنهم شداد في المغالبة غلاض عند المغضبة وحدثني عن حياته وكيف أنه اختطف من أليل طفلا ونشأ بين البرابرة من بني سنوس وجعلوه سادنا لمعبدهم قيما على معبودهم وقد أدرك ما يبتغون فجاراهم فيما يريدون وقد وعدني أن يعلمني بعضا من لسان الحمير وإليه الفضل فيما تعلمت من لسانها وطرائقها وقد أخرجني دوحا في يوم يسمونه زينة إلى ساحة واسعة ووضع علي إكليلا من الظهور وأخذ القوم من بني سنوس يرقصون ويمرحون حتى جنهم الليل ثم انقضوا على ألوال من الأطعمة يأكلون بشراها وعلى الخمرة يشربونها شرب الهيم ثم اختلط الذكران بالنسوان لا يميز بين زوجي هذا وذاك فإذا فرغوا صاحبني خادمي في موكب إلى الكهف وأنبأني أن القوم مصرورون غاية الصرور بمقدمي وأنهم يعتبرون يوم تتويجي طالع يوم وقد وجدت من الأطعمة بالكهف ما لم أقدر من تبن وشعير وحشيش بل فواكه ثم إن خادمي تقدم نحوي مترددا فقسمت بحافري لكي يتكلم فسألني باللسان الأمازيغي إن كنت أريد أتانا تسحبني في الليل ولم أجد بدا من أن أرفع شفتي وأريه قواطعي مهتسما لأخبره بأني لست حمارا في حقيقة الأمر لا أستطيع أن مباشرة أثان ثم عاودني إن كنت أريد فتاة تسحبني فنغط برأسي وكيف لي أن أستمتع بامرأة كيف أقبلها وكيف أضمها إلي وكيف نمتزج كلينا لقد كانت محنتي مزيجا من عدة أشكال من العذاب فأنا حمار أفكر وأنا إنسان لا ينطق وأنا حمار لا أستطيع إتيان الأتان وأنا إنسان لا أحلم بمعانقة النساء ومباشرتهم ولقد تفكرت ليلتي في هذا العذاب الذي حاق بي كنت بالكهف في ساعة من أمري فلا بقرة تزاحمني الكلأ ولا كلبا يتهجمني ولا ديكا يزعجني ولا دبابا يقلق راحتي ومع ذلك لم أنا لقد فررت من الخصي لأقع في الأسر في أسر من نعيم ولم أشعر إلا ودمعة تسيل من عيني ترجمة نانسي قنقر